يعني في البداية عايزين نعرف أهم القضايا يمكن اللي فرضت نفسها على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني طيب في البداية خليمي أتكلم فيما يتعلق بالحوار الوطني وأقول حاجة عشان سيدة المشاهدين الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر شاشة إلكترونية عبر بورتر إلكتروني موجود فيه كل الأراء وكل الناس في مصر تقدر تكتب مقترحتها وآراءها ومشاركتها مش قصر على الإخوة الممثلين الموجودين سواء في اللي جن وقررين أو موجودين في الحوار الوطني دي معلومة دايما أبدا بنتساءل عليها أنه من حق أي مواطن أنه يبقى في حالة حوار حول هذه القضايا الهمة جدا ويمكن القضايا الاقتصادية تحديدا في الفترة الأخيرة نظر من ظروف عالمية وظروف أقليمية وظروف محلية وظروف كانت عندنا في موروث داخلي الأربع أو الخمس تحديات اجتمع عالميا وفي مشاكل وأزمات اتصادية عالمية اتصدرت لبعض الدول في العالم احنا مش نشتغل في منأة بعيدة عن العالم احنا في وسط العالم وبالتالي عندنا ظروف وتحديات لابد أن يكون المواطن على بعد متساوي من هذه الظروف والتحديات نقدر نسمع مع الرأي والرأي الآخر نتحدث نتناقش نتحاور هذه هي الطريقة المسلى للوقوف على المشاكل والتحديات وعضع الرأى لكي نستطيع أن نحلها دي باختصار شديد جدا المدخل إلى السؤال المطروح في الشارع المصري ايه فايدة الحوار الوطني؟ او عاملين حوار الوطني ليه؟ عشان نجسد الموضوع بالنسبة للناس الأمر المتعلق بالشأن الاقتصادي ربما ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها الظروف الصعبة لدى الشارع المصري والشارع المصري بات أكثر اهتماما بقضايا الاقتصادية بات أكثر قربا بمشاكله بات هناك موجات من التضخم مرتفعة جدا قدت إلى غلاء أسعار في بعض السارع الأساسية وبالتالي لا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات لدى الشارع العادي إلا المحور الاقتصادي الخاص في حياته اليومية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو المؤسسة أو على مستوى مجتمع القطاع الخاص أو مجتمع المال والأعمال أو على مستوى الحوار الدائر ما بين كل هؤلاء والحكومة المنفذة لسياسات معينة كان لازم نشوف العديد من القضايا والمحاور ونسمع فيها رأي الناس واللي ممكن من خلالهم فعلا نخرج بمخرجات لأن برضو خلينا نتفق أن التنفيذ في الآخر بيكون على شعب فأنا بد أن يكون في أكبر مساحة مشاركة بوجودة الاقتصاد عندنا في بعض المشاكل وبمواجهة نظري أنا الشخصية أننا كنا في مرحلة التحول بعد مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية وإعداد الدولة إلى النهوض اقتصاديا حتى 30 ديسمبر 2018 وكنا على مشارف التحول إلى ما يسمى بالاقتصاد الإنتاجي أو التوسع في المشروعات الصناعة ومشروعات الزراعة وبالتالي بيجي بعدها منتج جيد وبالتالي بيجي بعدها التصدير وبالتالي بيجي بعدها مرفع مستوى احتياط النقد اللي موجود في البلد وواجهة التحديات جات جائحة كورونا وجات التحديات اللي بعد جائحة كورونا وجات أزمة روسيا أوكرانية بعد تحديات جائحة كورونا فأربكة المشهر الاقتصادي بشكل صعب ان احنا نقدر نلاحق فيه طبعا انا دايما بتكلم على ان احنا كمان عندنا على طول الخط زيادة سكانية على طول الخط كل سنة 2.5 مليون نسمة على طول الخط فيه ضغوط وبالتالي كان لازم يبقى فيه الحوار انت مشاكلت ايه وانا شايف وجة نظري ايه وانت القضايا دي نقدر نحلها ازاي؟ عشان كده لو اتكلمنا في الملفة او المحول الاقتصادي هللاقين عندنا جزء التعلق بقطاع الصناعة والصناعة في مصر تحتاج الى مزيدا من الاستماع وإلى تضافر الجهود بنتكلم على قيمة مضافة للروماتيريا لمواد خام بنتكلم على اعداد كوادر صناعية بنتكلم على كهربة وبنتكلم على مية بنتكلم على طاقة بنتكلم على اراضي صناعية بنتكلم على رسوم موارد الصناعة بنتكلم على حواف الصناعية بنتكلم على التوسيع الصناعة بنتكلم على تكنولوجيا ودخل تكنولوجيا بنتكلم كمان كتير جدا في حوارات كتير جدا في الصناعة في تحديات بتواجه المصنعين في استرواد بعض المؤدر خام بنتكلم على تطوير بعض المصانع وزي ما دخلت نبادة ابدأ في تطوير بعض المصانع عند مستوى معاية بالصناعات وتم عرض جزء كبير جدا في عيد العمال من مستوى التطوير في هذا الحدث فانت محتاج توصل لمرحلة كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير جداً من احتياجاتها وتصنيع العديد من المنتجات وفق مواصفات قاسية عالمية للدخول في السوق العالمي وفق التلافسية وبالتالي ده مفهوم لا يحقق من اتجاه واحد لا يحققه المواطن ولا يحققه العامل ولا يحققه صاحب العمل ولا يحققه حكومة الجميع لازم يتحور لازم يوصل إلى مفهوم إزاي إحنا هنشتغل منظومة الصناعة ليه؟ لأن العالم دخل على صورة صناعية ربعة دخل على تقدم كبير جداً في الصناعة وانت جاي أساساً منهك القوة فيما يتعلق بظروفك الصناعية مانتش قادر توفر روما تيريال مانتش قادر توفر إيد عاملة جائدة جداً ومهرة في القطاع الصناعة البحث العلمي والتكنولوجي مش مربوط جداً بالقطاع التطبيقي يعني عندنا بحث علمي لكن ما هواش مطبق أو ما هواش بطلع سر صنعة أو نوهو لمنتجات جديدة موجود بس مش بالقدر الكافي مش بالقدر الكافي في الجزء التطبيق يعني ممكن يكون في الجزء الأكاديمي بالشق كبير لكن ما هواش متحول إلى تطبيق صناعي تقدر من خلال تخرج تطلع منتجات تكون انت الملك للعلامة لها انت الملك للنهاء ولساب الصناعة بتاعها انت المتسيد فيها في الجزء معين من العالم ده محتاج شغل الشغل ده برضو مش هيجي من اتجاه واحد هيجي من حوار بين حكومة وما بين رجال أعمال في قطاع الصناعة ما بين مجتمع مدني ما بين متعلمين ما بين مثقفين ما بين مستخدمين ما بين عمال هو ده الحوار الوطني اللي أنا عايز اوصره فيه ما يتعلق بملف الصناعة هذا الملف الملف هو مجدد ما تقدرش تقطع فيه شغل طويل بدون ما يبقى عندك ملف الزراعة ان الزراعة بتطلع مخراجات هذه المخراجات بيتم عليها بروسسنج او معاملات صناعية او قبل ما نروح للزراعة بس نكمل شوية برضو في الصناعة ودعم الدولة للمصنعين والمستثمرين بشكل عام اهمية وضع سياسة ملكية الدولة في هذا الملف ده ملف تاني يعني ضمن الملفات زي ما يعني استعرضنا في البداية في الملف الاقتصادي عندنا كذا محور مهم جدا منه وثيقة سياسة ملكية الدولة هنا خليني بس اقف وقفة عند الوثيقة ربما احنا يعني بتشوف الصورة وبتشوف المشهد اللي حاصل الدولة بدأت عام 2016 و17 لكي يعني تحط نفسها في عملية انقاذ في بعض الموضوعات اللي ما يقدرش القطاع الخاص يقدر اشتغل عليها مشرعات يعني زي دخول في مشرعات للصورة المحجرية والمعدنية زي شغل الخاص باللخام او بالأسبنت او بغيره مشرعات متعلقة بمصانع كبيرة مصانع اسمدة ومصانع مختلفة فكان لازم الدولة تتدخل في هذا الشأن ولما تدخلت في هذا الشأن بشكل عشان خطر تحقق اكتر من محور قضاء على بريقراطية تنشئ مصنع بسرعة تقدر تساتل على الاسعار ده كان مرحلة لوجود العديد من الشركات ويعاد تكوينها ويعاد سيغطها هذه المرحلة بيليها على طول عملية ادخال القطاع الخاص في هذه الشركات اللي مملوكة للدولة فالدولة مين بمسألة؟ بمسألة قطاع خاص وقطاع حكومي ومواطنين فإحنا عشان برضو يبقى الدنيا واضحة فبالتالي النهاردة فيه صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي ده انشئ بقرار سنة 2018 وبالتالي فيه حد محترم جدا المسك مدير التنفيذي للصندوق وبعد بعوزات التخطيط وترقصه السيدة الدكتورة هارة السعيد وزيرة الاقتصاد وزيرة التخطيط وبالتالي انت عندك تقييم واعداد لهذه المشروعات وحوار حول طرحها اللي هيشتريها ده لازم يفهم هيشتري ايه وهيشتري ازاي وده فيه وثيقة بينها وبعض هتتحول بعد كده العقود واسهم وحسس وفيه حد يقول يصنع عنهم مصانع معينة او شركات معينة او النسب هتبقى كام وهيخش بصناعة ايه وهيجيب تكنولوجيا من بره يضفها على التكنولوجيا الموجودة ولا لأ هيشتغل ازاي هياخد حسة كام كل ده موجود في الوثيقة كل ده مطروح للرأي والرأي الاخر كل ده عشان خطر نبقى ما يبقاش يقولك يعني ما نسمعش الكلام اللي اسمعناه في الخمسينات وفي الاربالات ده راحوا بقعوها ده بقعوها بكام ده بقعوها بمين ده بقعوها ازاي لا ما مش عايزين ده قد ما احنا عايزين نحاكم الامر بشكل جيد جدا انه ده يتم طرحه ويتم تنوله حتى اعلاميا ويتم وصوله الى الناس والشارع بشكل جيد وبالتالي اللي هو قادر على الدخول سواء من المستثمر المحلي او المستثمر الاجنابي وفقا للاطروح اللي موجودة ووفقا لسياسات الموضوع ووفقا للقوانين اللي بتحكم وتعظم الربح والاستفادة من هذا البيع يبقى ده هيقود على المواطن وهنا برضو خلينا وجه يمكن حتى بعض الناس ممكن يكون مش كل الناس من حتى المشترين اللي هم المفروض ان هم مرشحين للشارع مش عجبهم برضو الطريق ما مش كل واحد لان كل واحد عايز يشتري على دماغه وكل واحد عايز يشتري بما يحقق اكبر ربح بالنسبة له بطريقته هو ولكن في ناس تانية في الناف عارفين كواس جدا ان العملية فيها جزء من العدالة الاجتماعية لانك انت ما بتبيع حاجة من دي هتعود تنعكس على مين هي حق المواطن مش حق اي حد وبالتاني لازم يكون ده مفهوم واضح جدا ومفهوم جيد جدا علشان فقط تقدر تحقق عملية الطرح بشكل جيد جدا بما يحقق كل الفايدة في اوجه المكعب الست ان المشروع المتعظيم عمله ما يتوقفش بعد بيعه وانه بيكون بيحافظ على الاصول اللي موجودة فيه بل بيناميها بيحافظ على العمالة اللي موجودة فيه بل بيدربها وااهلها بيبدأ يبقى فيه توسع في ذلك بيطلع جزء معين عشان يزود نتج المحل الإجمالي لجمهورية مصر العربية وبالتالي بقى ده فرصة سانحة جدا انك تتطبق هذا النموذج في مشروعات اخرى كتير وبالتالي اذا نجحت في المصنع ده وبيعته قويس دعم المصنع اخر وبيعته قويس وده بيقولوا كيفية استغلال موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها بشكل جيد في مرحوات ما فرضت عليك انك تخش في المربع ده ملك الدولة وملك الشعب ما كان لها ان تدخل هذا المربع اللي الظروف هي اللي فرط عليها ده انت خارج من احداث سياسية اربع سنوات عندك مشاكل كتير جدا عندك تحديات كتيرة جدا هتبدأ منين الحكاية مين النهار ده قادر يطلع اتنين مليار جنيه في مشروع كبير ولا في مشروع كذا بالمناسبة عن مشروع مستقبل مصر مبارح وانا يسمى هذا المشروع وازاي الدولة لما جهزت هذا المشروع دخلت المستثمرين بعد كده رجال الاعمال لاستثمر في مشروع جاهز هي دي النقطة النقطة ان انا برضو عشان يعني انت ما دخلتش المربعات دي بطل انت مجبر انت امام شعب مية وعشر مليون مية وخمستاشر ما عندك اخوة اشقاء عشرين مليون موجودين في مصر عندك اتزامات ما عندكش طاقة عندكش طرق عندكش عندك مشكلة صحة عندك حاجة كتير جدا هتبدأ ازاي هتجيب مستثمر من بره تقوله تعالى اعملي مستقبل مصر هيقولك انت ما عندكش طريقة امشى عليه ما عندكش كبرى راح عليه ما عندكش مطارة انزل فيه ما عندكش كهرباء بتنقور وما عندكش طاقة طب اجلك ازاي لكن لازم تدخل انت تعمل البنية التحتية دي كلها وبتبدأ تشجع الناس اللي موجودة لكن هي الفكرة عشان نلقي حالة الصراع ما بين اللي انا عايز ادخل بس ادخل بمزاجي كجطاع خاص وان التاني عايز يبيع وحافظ على اكبر عائد ممكن للشعب بتاعه هي دي الحتة اللي عايزة حوار هي دي الحتة اللي محتاجة حوار وطني ليه لانه لا تعالى نستوعب مع بعض ان انا مش عشان انت راجل خدت على استثماره الرأسمالية وتعظم ربحك وتسيبني انا مشاكل مع المجتمع من عكاسات العائد من الانبيع ده هيخش على اشياء خاصة لهذا الشعب الشعب ده بحسبني وهو المالك الحقيقي والشعب هو مصدر السلطات وبالتالي لازم يكون فيه حوار مهم جدا عشان نصل الى الصيغة المسلة اللي بيها انا باعلك حصة او شريحة وباع لغيرك ووفق الالية ووفق الالترونين بحيث تكون مناسبة وتحقق المعارضة السليمة تبدأ انا عملته من اتجاه واحد وقلت هو ده اللي عندي يبقى فيش حوار تب لو سمعتك لازم اسمعك عشان قطر تقول لي وجهة نظرك ايه وبعد بتقول لي وجهة نظرك ايه فيه قاعد في الحوار كيف في الطبقات المجتمع وقاعد في الحوار في المفتوح بورتل الالكتروني شكاية دائما يقول الحوار قائم على التفاهم للإقناع يعني ما فيش مناظرات بتحصل الموضوع بيتفاهمه مع بعض هالك كمان تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في الجلسة اللي افتتحها للحوار الوطني وشفنا ان الكلمة دي يعني اعطت زخم كبير وتعبير عن ارادة الدولة السياسية ان هي تقف وراء الحوار واخراج افضل ما يمكن اخراجه تحديدا على الجوانب الاقتصادية بتشوف ده ازاي يعني ان النهار ده مستثمر اجنبي قاعد بتابع اللي بيحصل قاعد بتابع الحوار الوطني وشايف دعم الدولة الكبير لمخرجات هذا الحوار ويعني انا سعيتها اقول لا يعني تمام الناس دي عارف هم ال 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 او القوة فين والضعف فين نقاط الضعف عايزين يطلعوا باحسن افكار شوفي انا فيه انا كمستثمر خارجي او كواحد مشاهد الوضع الداخلي او محلي او مستثمر محلي هيبع عندي مرحلتين في الرؤية في التحليل مرحلة الاولى في اثناء الحوار الان وطريقته وما يجري فيه فده هاخده بشكل جدية واخده بشكل يدي الانطباع ان هناك من يبحثون عن الحلول وهناك من يعني يتفوضون من اجل يعني احداث يعني ازاحة ضبابية المشهد والعبور من محاط اللا يقين والخروج من عنق الزجاجة لمشاكل والتحديات اقتصادية جاءت نتيجة ظروف كتير جدا شرحناها فده هتطميني جدا وهيخليني لحد كبير مرحليا قاعد بتفرج ومنتظر على شوق الى المخرجات والمخرجات وهي النتاج اللي كل الجميع بينتظرها لانه احنا عندنا قضايا كتير جدا تتعلق بساساس النجدية المواطنة المسلسة المحتاج يتحرك فيها ويرتاح فيها جدا عشان يعرف يتحرك بشكل جيد ثبات ذلك مع ثبات احتياط الدولاري او العملة الدولارية الموجودة وبالتالي يقدر يعمل معادة تكاليف مضبوطة ويقدر يزبط استثماراته وحجم التوسع في استثماراته بشكل جيد عايز يشوف القضاء على البيروقراطية فيما يتعلق في ملف تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي اتدعينا نتحدث عن الفرق ما بين قوانين الاستثمار واللوايح ومناخ الاستثمار القوانين واللوايح ليست بالضرورة قادرة على تحسين مناخ الاستثمار تحسين مناخ الاستثمار الى المنفذين الى المطبقين الى ادوات حكومية موجودة بشكل او باخر وفيها موروث قديم وفيها إرس قديم وفيها عاليات محتاجة رقمنة محتاجة حوكمة محتاجة الشفافية محتاجة سرعة إنجاز محتاجة تدريب على ذلك محتاجة ميزانيات تدريب على ذلك قول ده يتم يعني وصول إلى هذه المخرجات. كيف سنصل إلى هذه المخرجات حتى نستطيع أن نؤكد ونبرهن ونثبت للمتابع أن هذه هي الجدية وهذه هي النتائج وهذا هو التحسن. هذا يبقى من إعكاس حقيقي لما يحدث في الرؤية. الأمر الآخر أن كل هذا الناس تتفرج عليه برضه في حوار وطني يتعلق بقى بالمخرج النهائي للشارع والمواطن. المواطن عندما يرى كل هذا بيحصل قدامه ومع لش. يعني يمكن بعض الناس فهمة كويس اقتصاد لكن ما روش علاقة عن اقتصاد علم وانه له اقتصاد كلي واقتصاد جزئي وفيه معادلات وفيه محاور وفيه مستثمر مباشر ومستثمر غير مباشر كل ده في الآخر بيقول طيب انتو بتعملوني كل الكلام ده أنا عامل أو موظف أو برشغلي بنزل اشتري الحاجة فبلاقي سعرها مرتفع. فلابد انه أنا إمتى هتسيطر على سياستك المالية وسيطر على تضخم وسيطر على الأسعار وسيطر على الأسعار في السرعة الأساسية. طيب كيف سأواجه فطورة المعيشة بتاعتي سواء في دخول مدارس أو في تربية أولاد أو فيه أو علاج أو صحة أو تعليم أو أول آخر كل هذه المخرجات هتوقف في النهاية أمام مصداقية لهذا الحوار إنعكاس النتائج على هذا المجتمع هو هتخلينا ندخل على فكرة بعد ست شور في حوار آخر وحوار ثالث عشان نفض استبارية الحوار دي من أجل بناء دولة عصرية وجمهورية جيدة بشكل جيد دي النقطة بلا عزة تكلم فيها مع حضرتك الناس في اهتماماتها برضو عندها ترتيب أولويات مهتمة بالمحور الاقتصادي في المقام الأول بعدين المحور المجتمعي بعدين المحور السياسي أهم حاجة زيما حضرتك ذكرت إيه إنه هو لما احنا بنعمل خطط وبنتكلم في اقتصاد كلي واقتصاد جزئي واستيراد واستثمار وكل الكلام ده هو بيقول طيب ده كلام جميل جدا في النهاية أنا اللي بيمسني بشكل مباشر فهل من الممكن مثلا من المقترحات اللي بتقدم من الناس من الاستفسارات اللي بتقدم من الناس أن تفرض قضية جديدة في المحور الاقتصادي أم أن القضايا الموجودة في المحور الاقتصادي هي مغطية كافة جوانب الحياة أو كافة جوانب المشاكل الاقتصادي الموجودة لأ شوف خلي بالك أنا شايف أنه في قضايا يعني أو محاول رئيسية وذكرت احنا استعرضناها في الأول لكن في محاول فرائية ومحاول تحت الفرائية كمان يعني خلينا نتكلم على مثلا السلوك الاستهلاكي ده جزء من الاقتصاد طب جيش على التجار ده جزء من الاقتصاد طب قريات السوق ده جزء من الاقتصاد دور المستثمرين على فكرة يعني دورهم النهاردة ايه فتحسين منخل الاستثماري على الفكرة كمان برافو الفكرة كلها ان كل الناس تازم تفهم اننا شركاء واننا جالسين ينتفق مش جالسين نختلف لانه يعني مشكلة كلها ان التحديات وضيق الوقت وسرعة الحلول المطلوبة مفيش رفاهية وقت وبالتالي المستثمر او رجل الاعمال او رجل القطاع الخاص خديني هنا اوجهني ده مهم جدا وبمثبت وجودي معاكم انه من حق انا واحد اشتغلت في مصر وتعبت في مصر وصروتي كرجل اعمال وخيري بنيته من مصر ومن ارض مصر ومن رمل مصر انا صيح تعبت وجبت الموظفين وحولتها الى مكان جميل وكل حاجة لكن ما نساش ده لمجرد اي هزة عنيفة وابدأ او الوح بان انا مش عاجبني البلد او مش عاجبني التحديات او مش قادرة تحمل التحديات يعني مش احنا بنقول له لا انت مش متضرر كلنا متضررين ومن حقك ان تعبر عن هذا التضرر ومن حقك تعبر بشكل او باخر لكن دعونا نقدم محور وطنية على اي محور اخر يعني حتى زمان بيتت يعني عني علاقة بالمجتمع الامريكي وبالطبع الاوروبي يعلموا الناس هناك ان الاطار العام لامريكا هو اهم من اي اطار اخر يعني نختلف في الديمقراطية نعمل بس خلي بالك الوطن اولا الوطن اولا